موسيقى جديد كالعادة هم يعني كل سنة بباب فيه يعني التطور افضل يعني هو احنا عندنا في معدى بروسط تببية دبلوم متخصص اسمه preventive cardiology يعني دبلوم من ادي لي السادة الاطباء عن إزاي نعمل وقاية من أمراض القلب وملخص أهم حاجات الوقاية المفروض العينين يهتموا بيها الإكسرسايز الرياضة على الأقل المشي المشي السريع كأنه رايح مشوار 30 دقيقة 5 دقيقة في الأسبوع إلى جانب بالنسبة لي الوزن لازم مهم جدا تعليل الوزن ثالثا الاهتمام بالضايت ولازم نهتم بالضايت ونبعد عن بالزاد والفاست فود وخطير جدا بالنسبة لمرضى القلب فلازم نبعد عن بالزاد بعد كده بالنسبة للضغط لازم المريض الضغط لازم ياخد العلاج الضغط مزبوط بحيس ينتظم الضغط مزبوط علاج الدهون لازم يبقى مزبوط علاج السكر يبقى أنا لو عالجت السكر مزبوط والضغط مزبوط وديت علاج للدهون بحيس الكوليسترول ما يعلاش عن 70 ميلي جرام وعالجت الضغط في النورمال بتاعه إلى جانب الإكسرسايز والاهتمام الضغط والويت ردكشن وتقليل الوزن أنا العيان ده حيبقى في أمان جدا من أمراض الألب وطبعا الوقاية خير من العلاج شكرا شكرا